أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة الكويت والتي تعد أحد الدول الأكثر استقرارا وأمنا وازدهارا في المنطقة وقال أردوغان قبل زيارته الرسمية لدولة الكويت والمقررة غدا إن تركيا والكويت بلدان شقيقان وصديقان وتشهد العلاقات الاقتصادية بينهما تطورا سريعا على غرار العلاقات السياسية واعتبر الرئيس التركي حضوره لمراسم وضع حجر الأساس لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد والذي سيكتمل بنائه من قبل إحدى وائل الشركات التركية فخرا كبيرا بالنسبة له من حيث التأكيد على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشركات التركية على الصعيد العالمي وأعرب الرئيس التركي عن أمله في مشاركة أكبر للشركات التركية في إنجاز مشاريع البنية التحتية والتي تتطلع الكويت إلى تحقيقها في إطار خطتها التنموية لعام 2035 متوجهان بجزيل الشكر والإمتنان إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة لما تلقيه شركات التركية من دعم متواصل ترجمة نانسي قنقر